أهلاً بكم عزائي طلبة وطالبات التعليم الصناعي قسم الزخرافة والإعلان والتنصيق الصف الثالث برحب بكم النهاردة في حلقة جديدة في مادة الخامات تكنولوجيا خامات للصف الثالث طبعاً إحنا تكلمنا في الحلقة اللي فاتت بدأنا درسنا الأول في مادة الخامات عن البوليمرات وبدأنا نتكلم بالتفصيل عن كل ما يخص البوليمرات ولإن البوليمرات درس مهم جداً إحنا النهاردة هنراجع على الحلقة اللي خدناها المرة اللي فاتت وهنكمل بعض أنواع البويات اللي مبنية في الأساس على البوليمرات واستخدامتها طبعا لازم نفكر كويس جدا أن مادة الخامات هي مادة جميلة ولكنها مادة سرية دسمة مليانة بالمعلومات والأسامي والتركيبات وفيها جزء كبير بيعتمد على عملية الحفظ ولكن بأكد عليكم تاني أن احنا ما نفعش نحفظ من غير ما نفهم لازم نركز كويس جدا أن عملية الحفظ تتم من خلال الفهم لأن أنا لو حفظت هنسى لكن إذا اعتمدت على أن أنا بفهم الخامة دي عاملة إزاي وبقدر أتخيلها وبقدر أتخيل تركيبها لكن طبعا التركيبات الكيميائية والمعادلات ما فيش قدامي غير أن أنا أحفظها وأحفظ تركيبها الخامات زي ما اتفقنا هي جزء مهم جدا من مسلس التكنولوجيا اللي هو طبعا مرتبط بطرق الأداء للعمليات الدهان المختلفة اللي هو مسلس الخامات والمعدات والعمليات الخامات زي ما قلنا بتتناول صفات كل خامة بتتناول طبيعتها وتركيبها الكيميائي الخامات زي ما اتفقنا هي بتعتمد على مجموعة من الأبواب المختلفة اللي بتقدم للدهانات الحديثة اللي هي موجودة عندي في السوق حاليا خلينا نفتكر مع بعض الحاجات اللي احنا أخدناها في الحلقة اللي فاتت وزي ما قلت لكم درس البوليمرات درس مهم عشان كده احنا هنراجع عليه باستفادة علشان يثبت في مخنا وبعد كده ان شاء الله نستكمل اللي احنا بدأناه الحلقة اللي فاتت ونكمل مع بعض بويات الإيبوكسي خلينا دلوقتي نبتدي بالكلام عن البوليمرات طبعا البوليمرات من خامات الدهانات والإنشاءات الصناعية أول حاجة طبعا قبل ما اتكلم البوليمر وتركيبه في البيات أو في استخدامه كدهان هنتكلم عن البوليمرات من حيث تعرفها أو معناها تعالوا نفتكر مع بعض ما هي البوليمرات طبعا أنا هنا هلفت نظركم لحاجتين حاجة الأولانية أن أنا جايبة السؤال بصغطين في نفس الوقت يعني أنا بسأله لك كده سؤال مباشر سؤال مقالي ما هي البوليمرات المفترض أن الإجابة تكون إجابة كاملة زي الإجابة دي لكن أنا علشان خطر نشغل مخنا ويبقى السؤال جاي بشكلين مختلفين في نفس الوقت فأنا هستخدمه كسؤال مقالي وفي نفس الوقت كسؤال نقاط يعني ما هي البوليمرات؟ يبقى أنت هجب لي الإجابة دي كاملة لكن لما أجسألك بقى في النقاط هقولك إيه؟ عارف الإنسان منذ فجر التاريخ البوليمرات الطبيعية المتمثلة فيه نقاط ونقاط منذ فجر التاريخ وبوليمرات طبيعية يبقى أكيد كانت مرتبطة بإيه؟ بالنباتات الموجودة حوالين منه في البيئة ونقاط 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 والنشا واستخدمها في الصناعات عبر العصور المختلفة يبقى الإنسان عارف منذ فجر التاريخ البوليمرات الطبيعية زي إيه بوليمرات طبيعية؟ يلا نشوف مع بعض الأخشاب، الصموغ النباتية، القطن، الحرائر، السيلولوز اللي قلنا هو المادة الأساسية في أنسجة النبات والخشب والنشا واستخدمها في الصناعات عبر العصور المختلفة يبقى الإنسان في بداية التاريخ عارف البوليمرات الموجودة في الطبيعة يمديني أمثلة خشب، سمغ، قطن، حرائر، سيلولوز، نشا بعد كده بدأ يطورها ويضيف عليها بوليمرات مصنعة حتى تم اكتشاف نقط المستخرج من الأشجار وتم استخدامه في صناعة الأستيكة هنا بركز معيكم في نقطة مهمة سؤال أكمل دايماً أوعد جاوبه قبل ما تقراه كله لأن السياق بتاع الجملة هو اللي بيفرض عليك كلمة اللي المفروض تتحط مكان النقط وده محتاج مننا شوية تركيز وبالعكس ده بيساعدك على إيجاد الإجابة الصحيحة شوف أنت لو جيت قلت حتى تم اكتشاف نقطة المستخرج من الأشجار لحد كده إحنا ما عرفناش هو عايز مني إيه وتم استخدامه في صناعة الممحة أو الأستيكة كده خلاص عرفنا بمنتهى البساطة أنه هو المطاط الطبيعي طبعاً المطاط الطبيعي يتعمل منه الأستيكة أو الممحة وبعد كده تعمله معالجات صناعية وبناء على هذه المعالجات الصناعية طلع لأنواع متطورة من المطاط تمت معالجة السليلوز اللي جاي من أنسجة النبات بحمض النيتريك لإنتاج نقط ونقط وتطورت العمليات التكنولوجية لإنتاج حرير الفسكوز خدت مادة السليلوز الطبيعية اللي جاي من أنسجة النبات والخشب ولب الخشب المادة الأساسية وبعدين حطيت عليها مواد كيميائية إدتني نطرات سليلوز أسيتات سليلوز وطبعا فيه عندي خلات وعندي إسالات وعندي مركبات من مركبات السليلوز كل مادة بتديني خواص مختلفة طبعا دي ساعدتني في عملية الصناعة أما بالنسبة للراتنجات الصناعية يعتبر راتنج نقط أول البوليمورات الصناعية التي اكتشفت على يد العالم الأمريكي باكلاند واستخدم فيه الصناعة كما اكتشفه واستخدم نقط في ألمانيا يبقى فيه راتنج اكتشف في أمريكا وراتنج تاني اكتشف فيه ألمانيا ودي من الراتنجات الصناعية اللي هم مين ومين اللي هم الفينول فورمالدهايد ودي عيلة كبيرة جدا عيلة الفينولات والبوليسترين أو البوليستر وده طبعا بيدخل فيه صناعات كتير جدا دلوقتي يبقى أول الروتنجات الصناعية التي عرفت روتنج الفينول فورمالدهايد وروتنج البوليسترين لأهمية الصناعات القائمة على البوليمرات زي صناعات الديني أمثلة للصناعات القائمة على البوليمرات لأنها صناعات مهمة وكتيرة إزداد تطور علم البوليمرات في السنوات الأخيرة والعلماء بيسقوا أكتر وأكتر لإنتاج بوليمرات قليلة التكلفة خامتها ممتازة مقاومتها للعوامل الجوية عالية وفي نفس الوقت تكون سهلة الإنتاج بتكلفة قليلة إيه الصناعات اللي بتعتمد على البوليمرات البلاستيك المستلزمات الطبية الأنسجة النسيج وطبعا ندخل في ده كمان الأنسجة اللي بتدخل فيه الصناعات الطبية البويات الدكورات تاني إيه أهم الصناعات التي تدخل فيها البوليمرات البلاستيك المستلزمات الطبية الأنسجة البويات الدكورات وطبعا دي صناعات مهمة ما هو بقى التعريف العلمي للبوليمرات؟ يعني البوليمر ده علميا هو عبارة عن إيه؟ مادة عاملة إزاي؟ كشكل كيميائي هي جزيئات كبيرة متعددة متعدد يعني بوليمر تتكون من ارتباط عدد كبير من الجزيئات الصغيرة تسمى الأحاديات اللي هي المونمر تاني المتعدد بولي بوليمر الأحادي مونو اللي هو المونمر يبقى مجموعة مونمرات كتير جدا 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 بتتحد مع بعضها بتديني البوليمر أو المتعدد الروابط اللي بين المواد دي عدد الجزيئات اللي بترتبط المونمرات ببعضها هو ده اللي بيحدد لي شكل الخامة أو شكل البوليمر وطبعته عشان كده هنعرف بعد كده إن فيه أنواع كتير جدا من البوليمرات طبعا بترتبط بهذا التركيب الكيميائي أو علاقة هذه الجزيئات ببعض يبقى الجزيئات الكبيرة المتعددة بوليمر ارتباط عدد كبير جات منين البوليمر البوليمر هو في الأساس ارتباط لعدد كبير جدا من المونمرات أو الأحاديات لما بتتصل ببعضها الروابط اللي بينها دي فيه روابط تسلسلية وتساهمية وسلاسل أحدية وفيه أشكال كتير جدا ودي اللي بيرجع لها الشكل بتاع البوليمر أو الخامة بتاعتي ما هي عملية البلمرة البلمرة هي التفاعل أو العملية التي تحدث بين الأحاديات زي ما قلنا تتميز البوليمرات بارتفاع أوزنها الجزيئية كل ما بيزيد عدد المونمرات المتحدة بيديني وزن جزيئي أعلى وقد تصل إلى الألاف أو الألمئات البوليمر موجود على ثلاث حالات فيزيائية ما هي؟ حالة نقط أو بيسموها المتبلورة الحالة نقط أو الغير متبلورة الحالة نقط خلينا نشوفهم الحالة البلورية أو المتبلورة اللي هو بيبقى على شكل بلورات متحدة كلها مع بعض الحالة غير البلورية اللي هو بيبقى الجزيئات أو البوليمرات منفصلة عن بعض الحالة شبه البلورية اللي هي وسط بين البلورية وغير البلورية يبقى متبلورة غير متبلورة شبه بلورية السؤال اللي بعد كده بيقول لي ما هي بنية البوليمرات؟ بنية البوليمرات الأساسية تعتمد على نوع الروابط البنية يعني نقدر نقول القوام أو الشكل أو الفورم اللي بياخده البوليمر البوليمر أو الفورم بتاعه أو الشكل بتاعه أو البنية بتاعته بترتبط بالروابط اللي بين السلاسل بتاع المونمرات أو البوليمرات وبعضها دي طبعا بتاخد وضعيات هندسية مختلفة وده اللي بيخلي أشكال البوليمرات مختلفة الوضعيات دي هي اللي بتحدد خواص وطبيعة البوليمر سواء كانت خواص ايه او خواص ايه ده مادة طبيعية لنوعين من الخواص ايوة برافو عليكم فيزيائية اللي هي الطبيعية وميكانيكية دي مرتبطة بالعمل اللي هو قدراته كمادة في التصنيع كتحمل كسلاضة كشفافية دي خواص ميكانيكية لها ارتباط بالعوامل الاحتكاك او الحركة اللي هيتعرض لها الديهان يبقى الروابط هي اللي بتحدد الصفات الفيزيائية والميكانيكية للبوليمر حركة للسلاسل البوليمرية تعتمد اعتمادا كليا على درجة الحرارة يعني درجة الحرارة بتنشط حركة السلاسل بتعمل لها امتداد بتوسع المسافات في هذه السلاسل فتحول المادة من الحالة الصلبة الى الحالة السائلة تبتدي تتحول لمصهور او لعجينة العجينة دي اقدر اشكلها فيه اوالب لما بتتبرد بتاخد شكل القالب يبقى تحولت من مادة سائلة او عجينة الى مادة نقط برافو عليكم صلبة وتسمى هذه العملية بعملية ايه؟ هي اخدت شكل ايه؟ القالب اللي فاكرين بيقولولي اسمها عملية القولبة يبقى حركة السلاسل البوليمرية دي بتتأثر بايه؟ بالحرارة الحرارة في بعض البوليمرات وليس كلها وده اللي هنعرفه بالتفصيل لما نراجع الجزء الباقي او طبعا اللي فاكر من الحلقة اللي فاتت هيفتكر ان فيه حاجات كانت بتالين بالحرارة وبالعكس كان فيه حاجات بتتصلب بالحرارة هنا فيه جنوع من البوليمرات الروابط بتتأثر بالحرارة فيبتدي بعد كده يسيل او يتحول الى عجينة يصب فيه قوالب وتسمى هذه العملية عملية القولبة درجة الحرارة التي يحدث عندها التغير في البوليمر بتسمى درجة ايه؟ الانتقال الزجاجي درجة الانتقال الزجاجي اللي هي درجة تحوله من حالة الى حالة يبقى درجة الحرارة اللي يحدث فيها التغير في شكل البوليمر بتسمى شاء درجة الانتقال الزجاجي السؤال اللي بعد كده بيقول لي ما هو تصنيف البوليمرات؟ هل انا عندي تصنيف واحد للبوليمرات؟ لا طبعا عندي اكتر من تصنيف هنقول اول تصنيف اذكر انواع البوليمرات من حيث المصدر يبقى فيه تنويع او تصنيف للبوليمرات من حيث مصدرها جاية منين او مستمدة من ايه؟ اول نوع من البوليمرات بوليمرات طبيعية يعني بوليمرات موجودة في الطبيعة هي منتجات طبيعية نباتية او حيوانية اللي احنا بنسميها عضوي زي نقط او النشا او السمغ العربي او نقط او المطات الطبيعي او نقط او نقط او الشعر دي كلها الشعر او الفرو دي من البوليمرات الطبيعية خلينا نذكر إيه هي؟ سليلوز طبعاً، النشا، السمغ، القطن، المطاط الطبيعي، الحرير الطبيعي، الصوف الطبيعي، والشعر أو الوبر دي كلها من البوليمورات الطبيعية نقول تاني سليلوز، النشا، السمغ العربي، القطن، المطاط الطبيعي، الحرير، الصوف، الشعر دي بوليمورات موجودة في الطبيعة الإنسان بيجدها في حالتها الطبيعية بدون ما يضيف عليها أي حاجة الحالة التانية بوليمورات محضرة صناعياً يعني البوليمور بالكامل عبارة عن مركبات كيميائية حط المركبات دي على بعض فبتديني مادة بتشبه البوليمور الطبيعي فبالتالي بسمي بوليمور صناعي زي البلاستيكات المختلفة والألياف الصناعية اللي بيعملوا منها النسيج الصناعي يبقى البلاستيك والألياف الصناعية أو النسيج الصناعي دي بوليمورات محضرة كلياً صناعياً طب النوع التالت البوليمورات الطبيعية المحورة طبعاً اللي بيفكر كويس هيقول لي أكيد في صفات مميزة للبوليمورات الطبيعية وفي صفات مميزة للبوليمورات المصنعة فبالتالي أنا هعمل تحوير مزيج بين البوليمرات الطبيعية مع البوليمرات المحورة عشان أستفيد من الصفات الممتازة اللي موجودة فيهم هما الاتنين يبقى البوليمرات الطبيعية بيجرع لها بعض التحويرات تغير في تركيبها الكيميائي أو بطعامها بوليمر طبيعي مع بوليمر صناعي أو بحط مادة كيميائية أو بعمل أي تحوير صناعي يحولها لي لبوليمر طبيعي محور وده طبعا عشان يديني نتائج أفضل أو صفات أفضل زي إيه بوليمرات محورة خلات ونطرات السليلوز القطن المدعم بألياف الأكريليك القطن المدعم بألياف أكريليك يعني بعمل مزيج ما بين ألياف القطن الطبيعية والأكريليك الصناعي خلات ونطرات السليلوز اللي هي خامة السليلوز الطبيعية بضف لها مركبات كيميائية يبقى دي بوليمرات طبيعية ولكن محورة بمادة كيميائية التصنيف الثاني للبوليمرات تصنيفها الكيميائي ما هو التصنيف الكيميائي أو المرتبط بحالة البوليمر للبوليمرات تصنيف الكيميائي أولا بوليمرات عضوية خلينا نتفق أن المصدر العضوي هو المصدر المستمد في الغالب من مصدر نباتي أو حيواني ده أبسط تعريف للعضوي والغير عضوي زي اللي بيجي من الأحجار أو من المعادن أو من المركبات الأرضية والبترول يبقى البوليمرات العضوية تحضر من مركبات عضوية أو ناتجة من مصادر عضوية أشجار حيوانات تحلل وهذه من أكثر البوليمرات استخداما وأهمية في الصناعة البوليمرات العضوية من مصدر عضوي ثانيا بوليمرات غير عضوية من مصدر غير عضوي دي بتبقى مركبات غير عضوية تمتاز البوليمرات دي بمقاومتها العالية للحرارة والكيمويات واستخدامها محدود منها بوليمرات السيليكون طبعا السيليكون خامل أساسية للرمال الذي يستخدم في صناعة الألياف الزجاجية والإسبستوس اللي احنا اتفقنا الألياف الزجاجية والإسبستوس بتستخدم كمواد عزلة وبتستخدم كمان في صناعة التوصيلات الخاصة بشبكات الإنترنت ومشابه لأن درجة تحملها عالية وطبعا احنا عارفين أن السيليكون كراتينج من أكثر الراتينجات الممتازة في مقاومة جميع العوامل الجوية ودرجات الحرارة والبرودة وهو راتينج بيقاوم جميع الكيمويات تاني البوليمرات الغير عضوية تتكون من مركبات غير عضوية تمتاز بمقاومتها العالية للحرارة والمواد الكيميائية واستخدمها محدود ومنها بوليمرات السيليكون اللي بيستخدم في صناعة الألياف الزجاجية والإسبستوس البوليمرات المركبة عضوية وغير عضوية مركب في جزء عضوي وجزء غير عضوي زي مثلا يكون فيها بعض المواد المعدنية مع بعض المواد العضوية تمتاز بمقاومتها العالية للحرارة يعني مثلا أنا عندي الفحم فيه منه معدني وفيه منه نباتي فده يعتبر عضوي وده يعتبر غير عضوي يبقى فيه بوليمرات مركبة فيها جزء عضوي وجزء غير عضوي يبقى عندي وحدات مركبة على بعض العناصر المعدنية دي بتحتوي على بعض المعناصر المعدنية دي بتبقى مواد عضوية مع مواد غير عضوية وبتمتاز هذه البيات بمقاومتها العالية للحرارة من أهم هذه البوليمرات الطبيعية التي تقبل التراكب هو المطاط الطبيعي المطاط الطبيعي يقبل الامتزاج وبيديني مواد زي النيوبرين مطاط البيوتيل مطاط الإيسيلين بروبلين يبقى المطاط الطبيعي هو عضوي لأنه جاي من شجرة لكن بيقبل الامتزاج بمواد غير عضوية فبيديني بوليمرات مركبة زي النيوبرين ومطاط البيوتيل ومطاط الإيسيلين بروبلين دي مركبات من المطاط الطبيعي رابعا الحالة الرابعة أهالة الألياف الألياف طبعا بتستخدم كتير جدا في إنتاج الخراطيم والوصلات وكل ما يحتاج إلى قوة شدة أو ضغط عالية يتميز هذا الصنف من البوليمرات بالقوة والمتانة والقدرة على التابلور طبعا التابلور ده بيخليها متماسكة جدا بتبقى قابليتها للشد والضغط أو تحملها للشد والضغط قوي جدا عشان كده بستخدم النيلون والبوليسترات والبوليبروبلين دي في صناعة خراطيم الهوى لأنها بتتحمل ضغوط عالية وقوة اندفاع عالية للهوى أو للدهان النيلون البوليسترات الخطية البوليبروبلين دي من الألياف النوع الخامس اللواصق والمواد الطلائية يعني هي بوليمرات بتستخدم كمواد لاصقة أو في الطلاء طبعا في كتير من البوليمرات اللي بتستخدم أو اللي يمكن استخدامها في اللصق والطلاء دي زي ما قلنا بتكون الأوزان بتاعتها عالية يعني قوة التماسك أو الترابط بين البوليمرات بتكون عالية السلاسل الرابطة بين المونمرات إذا كانت الأسطح مسامية زي الخشب أو الورق يمكن استخدام معظم أنواع البوليمرات اللاصقة يعني السطح المسامي بيساعدني في تشرب المادة اللاصقة والتداخل أو التشابك ما بينها وما بين السطح الآخر فالورق والخشب ليهم مسام مفتوحة بقدر ألزقهم بسهولة بينما إذا كانت الأسطح عديمة المسام زي إيه؟ زي المعادن في الحالة دي أنا بقدر بحتاج أن أخشن السطح أو أستخدم بوليمر قوي في عملية اللاصق يبقى النهاردة الأسطح مسامية زي الخشب أو الورق باستخدم لاصق مش لازم يكون قوي قوي لأن المسام مفتوحة أما إذا كانت الأسطح ما فيهاش مسام زي السطح المعدني أم لس منعدم المسام ففي الحالة دي بحتاج لاصق قوي أو بوليمر قوي البوليمرات المستخدمة كمواد لاصقة لواسق الأكريليك، خلات ونطرات السليلوز، المطاط الصناعي، راتنجات اليوريا والملامين والفينول فورمالدايد ودي طبعا شائعة لاستخدام جدا فيه الدهنات والبوليسترات يبقى اللواثق الأكريليك، خلات ونطرات السليلوز، المطاط الصناعي، راتنجات اليوريا والملامين والفينول فورمالدايد يوريا فورمالدايد، ملامين فورمالدايد، فينول فورمالدايد، عائلة الفورمالدايد المتوسعة اللي احنا ناخدها بالتفصيل الراتنجات دي كلها بتستخدم فيه الدهنات والبوليسترات نفس الموضوع فيه الدهنات وكمواد لاصقة ما هو التصنيف التكنولوجي؟ قلنا التكنولوجي ده مرتبط بالاستخدام والصناعة مرتبط بقدرتها كدهان على تحمل الشد أو الضغط أو الخدش أو العوامل المرتبطة باستخدامها كمادة ده بنسميه التصنيف التكنولوجي من حيث طرق الاستخدام للبوليمر أولا البلاستيكات المطاوعة للحرارة النوع الأول أو هنا بقى بنتكلم في التصنيع أنا حصلنا في البوليمرات بناء على إيه؟ أول نوع فيه بلاستيكات مطاوعة للحرارة دي اللي اتكلمنا عنها اللي هي السلاسل بتاعتها بتتأثر بالحرارة تبتدي تلين تتحول إلى عجينة اللي احنا تكلمنا في عملية إيه؟ أيوة برافو عليكم القولبة طبعا كل ما المادة دي بتالين بقدر أتحكم في تشكيلها ودي من النوع بتسمى السيرموبلاستيك أو البلاستيك المتجاوب أو المطاوعة مع الحرارة النوع الثاني عكس السيرموبلاستيك البويات أو البوليمرات المتصلبة حراريا ودي بتبقى عكس السيرمو أو عكس المطاوعة دي بقى العكس إذا تعرضت للحرارة ده بيساعدها على الجفاف زي الرتنجات اللي دخل في تركيب بويات الأفران لما بتدخل الأفران بتتحول من الحالة السائلة إلى الحالة الصلبة وتبتدي تكون قشرة الدهان هذا الصنف من البوليمرات التي لا تنصهر بالتسخين ولكن بالعكس التسخين بيساعدها على سبات شكلها النهائي أو تصلبها البوليمرات المرنة أو المطاطية ودي اللي لها قدرة على الشد والرجوع لشكلها الطبيعي وده بنتكلم عنه بالمطاطية أو المرونة وطبعا المطاط الطبيعي ودي عندها قابلية عالية على التمدد والتقلص يعني مع الشد ومع الجذب بتستجيب وترجع تستعيد شكلها الأصلي بعد عمليات الضغط أو التعرض للشد طيب ما هي خواص البوليمرات الفيزيائية؟ الخواص الطبيعية الخواص الطبيعية الموجودة في البوليمرات خواص الفيزيائية للبوليمرات أول هاجة عندي طبعا زي ما احنا شايفين دي الأشكال ودي الروابط اللي موجودة بين البوليمرات شايفين طبعا الأشكال والروابط دي في عندنا هنا لو تلاحظوا في روابط متتالية وفي روابط تساهمية اللي هي بتبقى متشابكة المونمر يبقى متشابك من عدة اتجاهات بعدة مونمرات أخرى نرجع بقى للخواص الفيزيائية أول حاجة الوزن الجذيئي اللي فاكرين اللي احنا حلناه إن الوزن الجذيئي مرتبط بعدد المونمرات المرتبطة في تكوين الجذيئ أو البوليمر كل ما يكون أكبر يكون الوزن الجذيئي أعلى الإنسهار البلوري لهو التأثر بالحرارة طبيعة السلاسل البوليمرية هل هي متقربة هل هي تساهمية هل هي متتالية القوى الجذيئية وطاقة التماسك بين الجذيئات درجة الترابط أو قوة السلاسل البوليمرية لأنها هي دي اللي بتحدد لشكل المادة تاني الخواص الفيزيائية للبوليمرات الوزن الجزيئي الانصهار البلوري طبيعة السلاسل البوليمرية القوة الجزيئية وطاقة التماسك بين الجزيئات الخواص دي هي اللي بتحدد لي خواص البوليمر الطبيعية زي المتانة بتاعته لقوة الشد خفة الوزن الصلابة المقاومة والدوام او مقاومته للعوامل وقد ايه هو معمر دائم يعني معمر يعني بيعيش لفترة طويلة وده طبعا معناه انه بيقاوم العوامل الجوية يبقى خواص البوليمر المتانة خفة الوزن الصلابة المقاومة والدوام او البقاء بعض البوليمرات يتصف بخواص مطاطية زي طبعا المطاط والبعض يتحول الى عجينة اللي هو السرمو وده يمكن تشكيله ومنها ما يتصلب الى حد التحجر لما بحط عليه بعض المزيبات او بعرضه للتسخين اللي هو العكس اللي هو غير قابل للإسالة بالحرارة ولكنه يتصلب بالحرارة يبقى دقول عكس بعض فيه نوع بيسيل بالحرارة ونوع بيتصلب بالحرارة عندي بعد كده السؤال اللي بعد كده خمات تشطيب الاخشاب بورنيشات والبيات اللي معتمد في تركيبها على البوليمرات زي ايه اول نوع من هذه الورنيشات وورنيشات وبويات البوليستر كلمنا عنها المرة اللي فاتت نراجع مع بعض كلمة بولي للسائلين بمعنى متعدد وهي تحضر من حمض عضوي عديد الكربوكسيل كحول عديد الهيدروكسيل ده متعدد وده متعدد تاني بولي يعني متعدد طيب بتتكون من ايه حمض عضوي عديد الكربوكسيل زائد كحول عديد الهيدروكسيل في وجود عامل نازع للمياه والناتج بيبقى شفاف رائق الى مصفر طبعا ده على حسب درجة الايه النقاء بتاعته اهم انواع البوليستر المستخدم فيه البويات اهم انواع البوليستر المستخدمة في البويات البوليسترات المتلينة بالحرارة لان ده طبعا بتسهل في عملية الدهان والتحكم فيها وطبعا احنا عارفين ان احنا عندنا حاجة اسمها الرش الساخن نفرق ما بين الرش الساخن وبويات الافران الرش الساخن البوية بترتفع درجة حرارتها بتالين مكوناتها فده بيسهل لعملية الدهان وبيديني قوة تغطية وانتزاج عالي للبوية يبقى انا هنا اعتمدت على مواد بتالين بالحرارة على العكس بويات الافران البوية لا تجف في الهواء العادي ولكن اذا دخلت الافران تبتدي تجف نيجي هنا انواع اهم انواع البوليستر المستخدم في البويات هي البوليسترات المتلينة او السرمو بالحرارة وغير مشبعة لا تحتوي على روابط مزدوجة وقلنا الغير مشبعة ده بتبقى قابليته للجفاف اعلى وهي تستخدم فيه النسيج بكسرة زي التريبلين والبوليسترات اللي هي خمات النسيج ذات الوزن الجزئي المنخفض تستخدم كايه كملونات في البويات البوليسترات المستخدمة في مجال البويات اهمها راتنجل القايد بدون زيوت وبوليسترات الغير مشبعة يبقى اكتر نوعين من البوليسترات مستخدمة في صناعة البويات راتنجل القايد الخالية من الزيوت والبوليسترات غير المشبعة السؤال اللي بعد كده ما هي انواع راتنجل القايد احنا لسه قالين نوع منها اللي هي القايد الخالي من الزيوت طيب النوع الثاني في عندي راتنجل القايد المعدلة بالزيوت يعني راتنجل القايد بحط عليها نسبة من نسب الزيوت طيب لما حد يسألني يقول ليه انا بحط الزيوت على راتنجل القايد عشان استفيد من مرونة الزيت او اللدانة بتاعته او الخواص الطبيعية للزيوت مع الخواص بتاعت اللمعان والتصلب وقدرة الجفاف الموجودة في الراتنج يبقى ليه النهاردة بحط الزيت مع الراتنج عشان اطلع مركبات فيها صفات الزيت الجيدة مع صفات الراتنج الجيدة طبعا هي من اكثر المواد راتنجل القايد المعدلة بالزيوت من اكثر المواد الربطة طبعا احنا عارفين المادة الربطة اللي بتساعد على تماسك البوية على السطح وتماسك طبقات البوية مع بعضها وتكوين قشرة الدهان دي من صفات او من عوامل او اساسيات المادة الرابطة في البوية الوظيفة الاساسية للمادة الرابطة طبعا اغلب الراتنجل في البويات بتستخدم كمواد رابطة اللي هي بتساعد على الالتصاق وتماسك البوية وتكوين قشرة الدهان النهائي طيب هي أكثر المواد الرابطة شيوعاً المستخدمة في الدهانات الزيتية يبقى رتنجات الألقاد أكثر استخدمة في الدهانات الزيتية وتنتج من تفاعل أنهايدريد الفسالك وأنهايدريد الملك مع أحادي الجلسرين طبعاً المركبات دي هنحفظها علشان خاطر دي مسميات كيميائية يبقى عندي تنتج من تفاعل أنهايدريد الفسالك أو أنهايدريد الملك مع أحادي الجلسرين عند درجة حرارة 240 درجة مئوي المركبات دي بتتفاعل مع بعض عند درجة حرارة 240 درجة مئوي فبيديني المركب اللي أنا عايزة طيب رتنجات الألقاد المعدلة بالزيوت كم نوع؟ طبعاً حفظها سهل جداً بالنسبة لي لي أسميها سهلة قوي ومتسمية على نسبة الزيت ألقاد طويل الزيت يبقى من غير ما أفكر الزيت كتير ألقاد متوسط الزيت يبقى الزيت والراتنج متقربين من بعض ألقاد قصير الزيت يبقى الزيت قليل والراتنج كتير هنا بقى الألقاد طويل الزيت الزيت من 55% ل70% والألقاد هو اللي أقل الألقاد المتوسط النسبة من 45% ل55% يعني الاثنين متقربين أو متسويين الألقاد قصير الزيت نسبة الزيت أقل من 45% يعني الراتنجة أو الألقاد هو الأكتر فبتغلب عليه صفات الألقاد النوع الثاني راتنجات الألقاد الخالية من الزيوت طبعا إيه مصدرها بتيجي منين بتنتج من تفاعل الأحماض ذات القواعد السنائية زي حمض النفسلك أو الأيزو نفسلك مع كحولات عديدة الهايدروكسيل مثل الجليسرين مش أحدية زي اللي فاتت يبقى أنا عندي من تفاعل الأحماض ذات القواعد السنائية زي حمض النفسلك أو الأيزو نفسلك مع كحولات عديدة الهايدروكسيل زي إيه كحول عديد الهايدروكسيل زي الجليسرين راتنجات الألقاد الخالية من الزيوت ما هي خواصها وما هي استخدمتها الخواص ذات لمعة عالية جدا تخفف بالأسيتون أو بالطنر غليظة القوام غير انسيابية لا تحتاج إلى خدمة السطح بعد الدهان واحد مرتبطة بربعة ذات لمعة عالية جدا الخدمة بعد الدهان دي للتلميع هي لمعتها عالية جدا بدون ما تحتاج إلى تلميع بخففها بالأسيتون أو التنر ودي مذيبات قوية غليظة القوام وغير انسيابية عشان كده بحتاج أحيانا أسخن أو أحتاج أن أنا أزود لها مذيبات قوية الاستخدام بتستخدم في دهان التلاجات وأجهزة التبريد لأنها طبعا أكيد مادة قوية وبتقاوم العوامل الجوي راتنجات البوليستر الغير مشبعة يبقى احنا هننتقل نوع من راتنجات البوليستر بيسمى راتنجات البوليستر الغير مشبعة زي ايه بقى؟ راتنجات الإيبوكسي واليوريتان راتنج الإيبوكسي ده منتشر جدا نسمع اسمه كتير جدا في الدهانات الحديثة الموجودة عندنا دلوقتي في الأسواء واليوريتان وهي لا تحتوي على مذيبات راتنج البوليستر الغير مشبعة راتنجات البوليستر الغير مشبعة بحضرها ازاي؟ طبعا التحضير هيكون ايه؟ كميائي جيليكونات زائد احماض سنائية غير مشبعة يزاب المزيك في الاسترين ثم تتم عملية البلمرة في وجود عامل منشط ومدة حفازة جيليكونات احماض سنائية غير مشبعة بدوب المزيك في الاسترين وبعمل عملية البلمرة او تجميع الجزيئات في وجود عامل منشط ومدة حفازة ده التحضير الكيميائي جيليكول زائد أندريد المليك يديني القايدة داوبه في الإسترين أحط له كتوات الكوبلت كمنشط زائد فوق أكسيد ده حفاظ ده المنشط وده الحفاظ يديني بوليستر غير مشبع صلد أو صلب طيب إيه خواص راتنجات البوليستر الغير مشبع الخواص زو صلادة عالية الصلادة هي مقاومة الخدش أو الشرخ أو الكسر درجة انسهاره 265 درجة مئوي ثاني خواصه زو صلادة عالية درجة انسهاره 265 درجة مئوي بيقاوم المزيبات والعوامل الجوية المختلفة طبعا صفات ممتازة كدهان زو صلادة عالية درجة انسهار عالية 265 مقاومة للمزيبات والعوامل الجوية المختلفة طبق الطلاق تعادل 3 طبقات من طلاق نطرات السليلوز يعني إذا احتاج تأدي ثلاث أوجه من بوية السليلوز يعادلهم وجه واحد وتعادل طبقتين من أي راتنج صناعي آخر زي بوية السنساتين يبقى ما هي صفات راتنجات البوليستر الغير مشبع خوصه صلابة عالية صلابة عالية درجة انصهر 265 مقاومة مذيبات وعوم الجوية طبقة التلاط تساوي ثلاثة من طبقة دهان السليلوز وتعادل طبقتين من أي راتنج صناعي أو بوية السنساتين طيب باستخدم راتنجات البوليستر الغير مشبعة في ايه؟ ما هي استخدامات راتنجات البوليستر الغير مشبعة؟ يستخدم كورنيش للأخشاب وله أنواع متعددة من الطلقات المخلقة طبعا ورنيش يعني دهان شفاف للأخشاب يحميها طبعا بصفاته الممتازة وله أنواع متعددة من الطلقات بيدخل في تركبها ما هي مصلبات راتنج البوليستر؟ المصلب يعني اللي بيساعد على جفاف طبقة الدهان أو انضاج الدهان رقم واحد منشطات أو معجلات الجفاف على البارد دي مجففات بتضاف في تكوين البوية بدون تسخين بتساعد على سرعة جفاف البوية الإشعاعات زي التأرض لبعض الأشع في الأفران زي الأشع فوق قلبة نفسجية ودي بتساعد في عملية الإنضاج أو سرعة تكوين القشرة أو سرعة الجفاف الحرارة أو التسوية والنطج على الساخن داخل أفران يبقى النهاردة دهان البوليستر أنا عايز أنشفه أو أعمله عملية انضاج أو عملية تكوين قشرة الدهان أو تمام نطج الدهان من الخارج ومن الداخل منشطات الجفاف العادية على البارد أو إشعاعات يعني أشعة فوق البنفسجية أو بالحرارة داخل الأفران دي الطرق اللي بساعد بيها أو بساعد بيها في عملية انضاج الدهان خامات وورنشات وبيات الإبوكسي طبعا دي من الخامات الحديثة اللي شاء انتشارها في الفترة الأخيرة تنتمي بوليمرات الإبوكسي إلى مجموعة الرتنجات التي تتصلب بالحرارة يعني سريعة التصلب أو الجفاف بالحرارة يعني مش من المواد اللي بتالين بالحرارة بالعكس الإبوكسي يجف أو يتصلب بالحرارة بحيث تتحول إلى حالة صلبة بواسطة تفاعلات كيميائية بين الروتينج والمادة المعالجة أو المواد اللي بتضاف عليه يبقى بوليمورات الإيبوكسي من البوليمورات التي تتصلب بالحرارة طبعا هي بتدخل فيه كثير من الدهنات الحديثة بيحصل إنها حتى لو هي واخدة شكل غير صلب تبتدي تتصلب بواسطة التفاعل الكيميائي مع المادة المعالجة مع الحرارة اعتمادا على المادة المعالجة يمكن أن يتم هذا التحول زي ما قلنا برفع درجة الحرارة اللي هي الأفران الإيبوكسي يوجد على صورتين إما أن يكون سائل وإما أن يكون صلب الإيبوكسي موجود في الحالة السائلة أو في الحالة الصلبة طيب خامات وورنشات وبيات الإيبوكسي ما هو مصدرها؟ المصدر طبعا المصدر خلاص إحنا عرفنا بيبقى عبارة عن تركيبة كيميائية المصدر عبارة عن تركيبة كيميائية من تكسيف مادتي سونائي ألفينول مع الإيبوكسي ويتم التكسيف في وسط من مادة الصودة الكوية الناتج بتجرى عليه عملية البلمرة بواسطة حمض أندريدي النفسلك فهي أنتج الروتينج الإيبوكسي الصلب كل ما يزيد الوزن الجزائي للإيبوكسي اللي هو عدد البلورات أو الجزائيات المنضمة في عملية تكوين البوليمر بيزيد اللزوجة يبقى كل ما الوزن الجزائي يزيد اللزوجة تزيد يبقى تاني المصدر من تكسيف مادتي سونائي ألفينول الإيبوكلورهيدرين ويتم التكسيف في وسط من مادة الصودة الكوية الناتج بتجرى عليه عملية البلمرة بواسطة حمض أندريدي النفسلك فينتج راتينج الإيبوكسي الصلب أو الصلب ولما يزيد الوزن الجزائي بتاعه ده معناه أن اللزوجة بتاعته أعلى وقوة اللسق بتاعته أعلى انداج الإيبوكسي بيتم إزاي؟ بيتم بأحد الطرق الأتية يأما بيتم بمجموعات الأمين يعني بضيف عليه مجموعة الأمين مركب كيميائي بيساعد في عملية التفاعل والتفاعل ده بيتم في درجة حرارة الغرفة العادية يبقى دي مادة بتضاف إليه لها مجموعة الأمين ودي بتساعد أن يتم التفاعل الكيميائي للجفاف في درجة حرارة الغرفة بدون ما يدخل إيه أفران انداج بأنهيدريدات حمد الفسلك ودي بحط التفاعل بتاعها لازم في درجة حرارة يبقى الانداج بالأنهيدريدات محتاج درجة حرارة عالية يعني بحتاج أسخن عشان التفاعل يتم في انداج بالفينولات والكحولات عديدة الهيدروكسيل ده انداج كيميائي بيتم عملية مسج الدهان بهذه المواد فدي تساعد على سرعة الجفاف في انداج بالبوليميرات التي تحتوي على الكابريد بمزجه مع بوليمير يحتوي على مادة الكابريد وده بيساعد في عملية سرعة الانداج أو سرعة الجفاف ما هي الصور التي يبايع بيها الإيبوكسي؟ ودي النقطة اللي احنا توقفنا عندها المرة اللي فاتت في الدرس بتاعنا فنكمل مع بعض قلنا الإيبوكسي أول نوع إيبوكسي بيباع فيه عبوتين العبوتين دول ده بيبقى راتينج إيبوكسي غير محور مش مضافة لأي حاجة يا إما سائل يا إما صلب في الحالتين بضيف العبوة التانية اللي هي المصلد اللي هي المادة اللي بتساعد على النطج أو سرعة الجفاف ويمكن إضافة مخففات زي البيوتيل جليسرين الإسير ودي بتساعد في عملية تخفيف القوام إذا احتاجت أن أنا أخفف القوام تاني أنا عندي راتينجات الإيبوكسي غير المحور غير محور يعني مش مضاف عليه أي مادة تانية ده صلب أو سائل عبوتين فيهم عبوة بتساعد على الجفاف ما بمزجهاش إلا لما باجي أستخدم الدهان وببتدي أمزج العبوتين ببعض يمكن إضافة نسبة إيه مخففات بسيطة بتزوب طبعا في الموذيبات القوية زي الإسترات والكيتونات موذيبات إيه قوية زي الإسترات والكيتونات ولا تزوب في الموذيبات الأليفاتية أو اللي هي مش قوية أوي زي الزلول وروح النفط الأبيض يبقى تاني لما هيجي يقول لي بتزوب في إيه هقول له بتزوب في الموذيبات القوية مثل الإسترات والكيتونات ولا تزوب في الموذيبات الأليفاتية مثل الزلول وروح النفط الأبيض تاني راتنجات الإيبوكسي الغير محورة لما يجي في الامتحان يسألني تزوب راتنجات الإيبوكسي الغير محورة في الموذيبات القوية زي الإسترات والكيتونات ولا تزوب في المزيبات نقط الأليفاتية مثل الزلول وروح النفط الأبيض يبقى في حاجات كده بنحس إنها ممكن تكون موضع سؤال في الامتحان يحضر الإيبوكسي الصلد بالخلط الجاف ويستخدم في الرش الإلكتروستاتيك ده طبعا بتغضوه بالتفصيل في مادة المعدات الرش الإلكتروستاتيكي هو رش يعتمد على اختلاف الشحنات الكهربية بين سطح المشغولة وبين الدهان وبالتالي بيحصل تجازب ما بين الشحنات المختلفة فتنجزب زرات الدهان تلقائيا إلى سطح المشغولة وهي من أنضف وأكثر الطرق في الرش الموفرة للدهان واللي بتديني نتائج ممتازة في الرش وسطح دهان موحد وطبعا هتاخدوها بالتفصيل وهتاخدوه مسدس الرش الإلكتروستاتيكي بالتفصيل في مادة التكنولوجيا المعدات يحضر الإيبوكسي الصلد بالخلط الجاف ويستخدم فيه الرش الإلكتروستاتيكي بعد كده الإيبوكسي في عبوة واحدة الإيبوكسي في عبوة واحدة ده بيباع مخلوط جاهز وأنا بقوم باستخدامه الإيبوكسي في عبوة واحدة هي استرات راتينج الإيبوكسي تحضر من راتينج الإيبوكسي زائد الأحماض الدهنية للزيوت بمزج راتينج الإيبوكسي مع الأحماض الدهنية للزيوت يبقى الإيبوكسي في عبوة واحدة ده بيتباع جاهز مش أنا اللي بخلط العبوتين دي استرات راتينج الإيبوكسي يمكن دي بتتباع في عبوة واحدة لأنها مش بتساعد إضافة العبوة التانية على سرعة الجفاف زي اللي مركب من عبوتين فبالتالي ما بتجفش إلا لما ببتدي أفتح العبوة أو أتعامل معها راتينج الإيبوكسي يعني ما فيش تفاعل بين مركبتها فبالتالي ما فيش مشكلة أنها تكون في عبوة واحدة بتحضر من إيه؟ راتينج الإيبوكسي زائد الأحماض الدهنية للزيوت إذا كان الحمض من زيت مكفاف ودخدته في خمات الصف الأول الزيوت المكفافة أحمضها غير مشبعة تنتص الأكسوجين وتنشف بسرعة زي زيت بزرق كتان إذا كان الحمض من زيت مكفاف يكون راتينج الإيبوكسي مكفاف إذا كان الزيت غير مشبع أو مكفاف أو بيمتص الأكسوجين فطبيعي الإيبوكسي المخلوط معاه هيكون مكفاف أو سريع الجفاف هذه الإسترات تزوب في المذيبات الأليفاتية شاطرين اللي مركزين معايا عكس البوليسترات كانت بتزوب في المذيبات القوية وكانت بتحتاج مذيبات طبعا زي المذيبات الكيتونية هنا بقى الإسترات تزوب في المذيبات الأليفاتية زي روح النفط الأبيض أو الزيلول وده لأنها ممتازجة بالزيوت فده بيخليها أكثر قابلية لأنها تزوب في المزيبات الأقل قوة يبقى النهاردة عندي الإيبوكسي المخلوط بالزيوت هذه الإصطارات بتزوب في المزيبات الألفاتية زي روح النفط الأبيض أو الزيلول تالت نوع من الإيبوكسي الإيبوكسي الذي يجف بالحرارة إيه خصائصه؟ ده مقاوم للعوامل الجوية صلد وغير ضار بالصحة لأنها لا تستخدم المذيبات احنا طبعا عارفين أن المذيبات لها ثلاث جوانب تكلفة تضر بصحة العامل لأنه بيستنشقها بتلوس البيئة عشان كده بنعمل أو بنحاول نعمل أنظمة لبيات لا تعتمد على وجود المذيبات للحماية البيئة وحماية صحة العامل وتوفير تكلفة المذيبات وطبعا هتاخد انت في المعدات بعض كبائن الرش اللي بتقوم بتكسيف المذيبات وأعدت أبخيرتها إلى سواء المرة أخرى لتوفير التكلفة بتاعتها وحماية برضو العامل وحفاظ على البيئة يبقى نقول تاني الخصائص خصائص مين؟ الإيبوكسي الذي يجف بالحرارة خصائصه مقاوم للعوامل الجوية صلد وغير دار بالصحة لما يجي هنا في الامتحان يقول لي علل ليه غير دار بالصحة؟ هقول له لأنه لا يستخدم المذيبات تالت صفة يعطي سمك موحد لفيلم الديهان وده من أهم الصفات يمكن اللي مرتبطة بهذا النوع من البيئات تجف هذه النوعية باستخدام الحرارة العالية يعني بيحتاج أفران بدرجة حرارة عالية يبقى نقول تاني ما هي خصائص الإيبوكسي الذي يجف بالحرارة؟ إيبوكسي يجف بالحرارة داخل أفران واحد مقاوم للعوامل الجوية اثنين صلد وغير دار بالصحة لأنه لا يستخدم المذيبات يعطي سمك واحد لفيلم الديهان تجف هذه النوعية باستخدام الحرارة العالية يبقى محتاج درجات حرارة عالية الإيبوكسي الذي يجف بالحرارة بيستخدم في إيه؟ أذكر أهم استخدامات الإيبوكسي الذي يجف بالحرارة طبعا صفاته صفات ممتازة نيجي بقى لاستخداماته يستخدم بكسرة في بيات البدرة ودي غالبا اللي بتترش بطريقة الإلكتروستاتيك أو بالصب يستخدم بقى الرش الإلكتروستاتيكي يستخدم بكسرة في بيات البدرة تستخدم في الدهانات البادئة لدهان السيارات طبعا إحنا عارفين أن البوادئ أو البطانات يجب أن تكون لها صفات ممتازة لحماية السطح من العوامل الجوية وحماية السطح من الصدق وطبعا العربيات دي معرضة لعوامل الجوية وطبعا هي معدنية فبتحتاج حماية قوية يبقى استخدمتها بتستخدم بكسرة في بيات البدرة تستخدم في الدهانات البادئة لدهان السيارات في عندي الإيبوكسي الذي يخفف بالماء ده نوع إيبوكسي مائي هذا النوع من البيات إيبوكسي يخفف بالماء أو المادة بتعتمد على التخفيف بالماء خصائصه له قوة التصاق عالية لذلك يستخدم فوق الأسطح الناعمة زي الألمونيوم إحنا لسه كنا بنقول إن الشكل إذا كان أملس جدا ده بيعمل لي مشكلة في عملية الالتصاق هيجي في الانتحان كتير جدا يسألني يقول لي علل أذكر السبب ليه باستخدم هذا النوع من راتنجات الإيبوكسي الذي يخفف بالماء على الألمونيوم أو الأسطح الملساء أو شديدة النعومة هقول له لأنه بيقاوم لأنه قوة التصاقه عالية جدا له قوة التصاق عالية جدا ثاني صفة بيقاوم الكيمويات والاحتكاكات والتآكل يعني ده دهان ممتاز أول صفة بيلتصق بالأسطح شديدة النعومة زي الألمونيوم ثاني صفة بيقاوم الكيمويات والاحتكاكات والتآكل ثالث صفة شفاف ومرن وزو صلاضة عالية باستخدم الإيبوكسي الذي يخفف بالماء في إيه؟ استخداماته في بيات الأفران مع راتنج الميلمين البويات التي تجف داخل الأفران بخلطه براتنج الميلمين يستخدم في صناعة البوليمرات اللازمة لحماية المنشآت المعدنية طبعا استخدامه في الإنشآت المعدنية لصفاته الممتازة اللي بتكون موجودة عندي في الديهان الإيبوكسي بكده احنا خلصنا الحلقة بتاعتنا النهاردة تكلمنا عن راتنجات الإيبوكسي عندنا إيبوكسي مخفف بالماء عندنا إيبوكسي مخلوط بالراتنجات أو بالزيوت عندنا إيبوكسي خالص بدون أي إضافات الإيبوكسي أنواع متعددة وكمان اتكلمنا أو راجعنا الجزء الخاص بالبوليمرات ودهانات البوليستر وكل ما هو خاص بباب البوليمرات إن شاء الله عندنا موضوعات كتير جدا جاية في مادة الخامات إن شاء الله نستعدلها ونكون جاهزين لها احنا كده المرة اللي جاية هنبتدي في درس جديد هنراجع جزء بسيط من اللي احنا خدنا النهاردة أتمنى إن شاء الله تكونوا فاكرينه وأتمنى لكم دايما أن انتوا تكونوا مجتهدين لأن احنا زي ما احنا فاكرين دايما أن لكل مجتهد نصيب وأن اجتهدنا وطموحنا